كنت سوف أتكلم عن الإسماعيلي من شوية واللي بيحصل في الإسماعيلي تمام كابتن طلعت يوسف منذ لحظات يختر إدارة النادي الإسماعيلي رسميا بعدم الاستمرار مع الفريق بسبب تصريحات رئيس النادي كابتن طلعت يوسف قال للنادي الإسماعيلي أنه آخر مباراة ليه هو جازه المعاون هتكون مباراة البنك الأهلي فيه الدوري الممتاز ده بعد التصريحات اللي قالها المهانسي حياء كومي بشأن كابتن طلعت يوسف الانتقادات أو الكلام عن تغيير في الجهاز الفني أو أسماء مدربين قالهم المنسي حياء الكومي وأنا بصراحة لسه مستهرب على فكرة أنا مش راضي عن إدار الإسماعيلي وأدام مش راضي عن إدار الإسماعيلي يبقى تحمل المسؤولية المدير الفني واللعبين ده مفهوم ومن حقك تاني أنك تغير المدير الفني اللي أنت عايزه بس منفعش المدير الفني يبقى قاعد في التدريبات مع اللعبين بيدربهم وبيديهم تعليمات وبيقولهم هتلعبوا إزاي ومش تلعبوا إزاي وفي رئيس نادي بيصرح أن الراجل هيمشي أو في مدرب تاني احنا بنتفوض معاه هنجي مدرب أجنبي هنجي ميدو وأسمع كتير اضطرحت ته مش منطقي ده ملوش أي علاقة بالاحترافية اطلاقا يعني اطلاقا يا رب إن شاء الله رئيس النادي الإسماعيلي الجديد يعدل من حل إسماعيلي وده اللي نأمله مش عايز يعني إيه أنا مش بقول الراجل بيغلط على طول الخط ولكن في الموقف ده بصراحة ده مش موقف احترافي بغض النظر أنك تشايف أن الكابتن طلعت يوسف يصلح يكمل أو لا يصلح ده من حقك رئيس النادي أنت ومجلس إدارتك أنك تشوفه اللي يصلح لناديكم بس ما ينفعش يبقى راجل جوه أرض الملعب جوه التدريبات وتتكلم عن تغيير في الجهاز الفني ده مش منطقي أبدا ده بصراحة فيما يخص النادي الإسماعيلي